مصر لم تتدخر جهداً في دعم السودان الشقيق بالسلم والحرب في إطار مسانداتها للتطلعات الشعب السوداني في حياة مستقرة آمنة وحرصت القيادة المصري على التواصل مع المسؤولين السودانيين والشركاء الدوليين منذ اندلاع الأزمة الراهنة سعياً وراء وقف إطلاق النار بحكم ثقلها الإقليمي والدولي صخرت مصر جهودها الحثيثة لدعم دولة السودان واحتواء الأزمة التي اندلعت في منتصف أبريل عام 2023 من أجل استقرار ووحدة السودان وأحقن دماء الشعب السوداني وتقديم كل المساعدات الممكنة له هذه الجهود تكللت بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على نزع فتيل الأزمة واطلاع مصر بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين للعمل على إنهاء الوضع الجاري فبعد ساعات من اندلاع الأزمة في السودان حرص الرئيس السيسي على إجراء واستقبال اتصالات مباشرة مع السلطات والمسؤولين السودانيين للتباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان وعلى الفور رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع وذلك في الواحد والعشرين من مايو عام الفين ثلاثة وعشرين كما استقبلت مصر تباعا عددا من المسؤولين السودانيين ومن مختلف الدول الصديقة والشقيقة وكذلك دول الجوار للتباحث بشأن الأوضاع في السودان وفي جميع اللقاءات وعلى اختلاف مستوياتها أكدت مصر أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة القائمة بما يحافظ على وحدة الدولة ويصول مقدرات شعبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والضمار ومن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان مرورا بقمة دول جوار السودان بالقاهرة وصولا لاجتماع الجامعة العربية الطاري وغيرها من المحافل والفاعليات كان موقف مصر من الأزمة في السودان واضحا وثابتا مرتكزا على ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يكتصر فقط على الأغراض الإنسانية وجاءت تحركات الدبلوماسية المصرية بالتوازي لاحتواء الأزمة وتهديئة الأوضاع في السودان وذلك عبر جولات مكوكية إلى عدة دول في ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع لأهمية الامتداد الأفريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي وما يصاحب استمرار الاقتتال من تداعيات خطيرة لدول الجوار السودانية هي إذن مصر كعادتها تجاه الأشقاء الداعمة الأولى والمصاحبة في الأزمات على مر العصور